مرحبا مساء الخير نبدأ اليوم المحاضرة الثانية حول سبينوزا والتي ستهتم أساسا بنظريته حول النبوة أي تحديدا حول مفهومي المعرفة النبوية والمعرفة الطبيعية وسأبدأ بقراءة نص مأخوذ من كتابه رسالة في اللهوت والسياسة أو تركتاتوس مأخوذ من طبعة التي سبق لي وأشرت إليها وأن أحلت إليها في المحاضرة الأولى وهي طبعة الأعمال الكاملة سأبدأ بقراءة النص الأول هذا النص طبعا موجود في الجزء الأول من الكتاب أو في الفقرة الأولى من كتاب رسالة في اللهوت والسياسة ويالفقرة التي تعالج مفهوم النبوة سأبدأ هنا أن Spinoza يقول أن النبوة أو الوحي سأبدأ بالنسبة إلى Spinoza في البداية يميز بين النبوة والوحي النبوة والوحي يتعامل مع هذين مفهومين وكأنهما مترادفين هي معرفة يقينية يحيبها الله إلى البشر هذه جد مهمة في كتابات Spinoza دائما يعني يصدم أو يقدم فكرته الأساسية منذ البداية يقول Spinoza أن النبوة أو الوحي هي معرفة يقينية يحيبها الله إلى البشر وهذه المعرفة طبعا هي معرفة بشيء محدد يحيبها الله إلى البشر وهذه المعرفة وهذه المعرفة يقينية يعني يقدمها Spinoza في الكتاب سأبدأ كتابات النبوة والقبان عثالي انبي ق cade بداعر الوحي في عمليةه نقل الوحي من الإله إلى البشر لأنه يقوم بتأويل المعرفة اليقينية التي يحيبها الإله إلى البشر لكي يتمكن هؤلاء البشر الغير القادرين على استيعاذ هذا الوحي وهذه النبوة بأنفسهم من الإيمان بها إذن لدينا من جهة الإله وهو يجسد المعرفة اليقينية ثم من جهة أخرى لدينا البشر وهم الغير القادرين على المعرفة ولا يقدرون فقط إلا على الإيمان ولدينا كواسيط في هذه العملية هو النبي النبي يقوم بظور الواسيط وبظور المؤول المنسبة إلى العبرانيين يقول سبينوزا كَكَلِمَ فِالْخَلِ Иه نبي رذاب orateur et interprète المس قال مرية هو اعتبي ورقف المنون وخاتبي على المحزين يجب أن يبقى اله hiding على الموجود ورقف المنون في المجلح ورقف المستعجي ورقف المنوس يجب أن يجب أن cudعلي المصارين يحيبه الله إلى النساء السابق القول السابع 1 أليس سيسار وَحَيْتُ الْإِلَى حَيْتُ الْإِلَى خَاتَيْبُ مُوسَى وَحَيْتُ كُبْ أَنسَيْهُ أَنَا تُنْسِتُوا دُعَرْهُ أَنَا تَنْفَرَى سَرَا تَنْفَهُ أَنَا تَنْسَا أجعلك إلى هناك countئة وحرون محب أن يكون كنت third appearance كان يقول كم يقول فعife Button تريد أنه يقول إذا كنت يقول كنتهي يقوم بتأويل ما ستقوله إلى فرعون يجوه لرولة الروفة فهو يقوم بدور النبي تساعدت كم لديو فرعون ستكون بتأويل ما ستقوله إلى فرعون ستقوله إلى فرعون ستقوله إلى فرعون بمعنى ذلك الذي يقوم بدور الإله هذا هو النص الأول هو النص نجده كما قلت في منذ يفتتح به سبينوزا كتابه أو مفهومه للنبوة وهو النص يعني فيه كثير من الكلام وكثير من التعليق قبل التعليق على النص لا بد من الإشارة أن مشكلة النبوة لم تكن تاريخيا بالنسبة إلى سبينوزا مشكلة لاهوتية محضة على امتداد تطور الفكر الإنساني لقد سبق لأفلاطون على سبيل المثال أن اهتم بالطريقة التي تتحدث بها الآلهة عبر البشر كما أنه من الضروري أن نستوعب أن اهتمام سبينوزا بهذه القضية هو نابع من اهتمامه ورغبته في التدخل في حاضره التاريخي فالعصب الدينية أنذاك كانت تقول بوجود أنبياء جدود خاصة تلك التي كانت تود أن تجذر الإصلاح الديني وفي خضم الثورة الإنجليزية أيضا كانت مشكلة النبوة تطرح بقوة إنها إذن ظاهرة تاريخية عامة تتعلق بشعوب وأمم مختلفة ولكن الديانات الرسمية كانت تقول بوجود النبوة والوحي في حقبة محددة حقبة الدين أو نزول الوحي ولكن هذه الظاهرة قد توقفت ولا يمكنها أن تعاد وذلك لأن هذه الديانات دخلت مرحلة المأسسة أو لنقول مرحلة الزمانية ولا يمكنها أن تقبل بوجود نبي جديد يشكك في نظامها التراتوي أو في نظامها الاجتماعي والسياسي من هنا موقفها المتذبذب من النبوة لأن النبي هو أولا وقبل كل شيء شخص يعيد النظر فيما هو قائم أو في وضع المعتقد السائد وفي وضع الدوغم السائد الدوغم دومينو قلنا أن اللحظة المنهجية الأولى من التراتتوس تهتم أساسا بنقض اللاهود وذلك بدراسة الطرق المختلفة التي تواصل بها الله أو يتواصل بها الله مع الأنبياء النبوة القانون الإلهي والمعجزات في نص سبينوزا الذي طرحناه قبل قليل والذي حاولنا قمنا بنقله إلى اللغة العربية النبوة مرادف للوحي ومرادف كذلك لنمط من المعرفة إذن الوحي هو النبوة أو الوحي يقول سبينوزا في النص هو نمط من نمط المعرفة وهو معرفة يقينية كما يقول في النص يوحي به الله والإله إلى البشر أما النبي فهو ذلك الشخص الذي يقوم بتأويل إذن سبينوزا يختار كلمة تأويل وهذا يعني أن النبي يمارس ويضيف انطلاقا من ذاتيته وتاريخه النفسي والفردي على ما يتلقاه من وحيه إلهي هناك كلمة تأويل ليس كلمة تفسير هناك بعض الترجمات العربية وضفت كلمة تفسير لكن أنا أحافظ على كلمة تأويل تلك المعرفة لكي يقوم بعملية إيصالها إلى باقي الناس الغير القادرين على استيعابها إلا من خلال الإيمان إذن النبي يؤوي يقوم بعملية تأويل لأن الآخرون أو لنقول الجماهير غير قادرة على استيعاب أو فهم مكنون الوحي أو مضمون الوحي وبالتالي هذه العملية التأويل لها وظيفة محددة هي أن تدفع الآخرين أو تدفع الجماهير إلى الإيمان إيمان بالوحي بهذا المعنى فالله يوحي بمعرفة ثم النبي يقوم بتأويل هذه المعرفة ثم يشرع الناس في الإيمان بهذه المعرفة إذن هذا هو مثلت وظائفي الله معرفة النبي تأويل جماهير الإيمان هذا هو المتلت الذي يرسمه سبينوزا في بداية كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة طبعا سبق لجيل دولوز أن أوضح أن أهمية كيف أن مفهوم البورتري هو جد مهم في فلسفة سبينوزا فهذا الأخير أي سبينوزا قد قام في كثير من المناسبات برسم البورتري لكل من شخصية المستبد شخصية العبد وشخصية القس وهذا الثلاثي ضبطه سبينوزا وكأنه ثلاثي لا يتحقق وجوده إلا من خلال جعل الحياة والمعرفة مرتبطين بتجربتي الحزن والشقع سنرى في الفصل الثاني كيف سيرسم سبينوزا بورتري شخصية النبي أما في هذا الفصل فالأمر يتعلق بمفهوم النبوة من التعريف الذي قدمه سبينوزا عن النبوة نستنتج أن النبوة هنا هي معرفة طبيعية كما يقول النص هناك من كذلك في بعض الترجمات تتحدث عن معرفة فطرية هنا سبينوزا في النص يتحدث عن ناتوريل كونيسانس ناتوريل وفي سياق الفلسفة العقلانية قرن السابع عشر المعرفة الطبيعية ممكن أن نترجمها بالعقل أو بالمعرفة العلمية هي معرفة طبيعية والمعرفة الطبيعية هي معرفة إنسانية بالنسبة إلى سبينوزا هنا سبينوزا يرفض وينقض القول بتفوق المعرفة النبوية عن المعرفة الطبيعية الإنسانية وبالتالي سبينوزا هنا لا يقيم فصلا بين المعرفة النبوية والمعرفة الطبيعية الإنسانية لا يوجد هذا الفصل عند سبينوزا وكل النص والنص الذي قرأناه وظيفته هي رفض هذا الفصل أو التهيئ لرفض هذا الفصل بين المعرفة الطبيعية الإنسانية والمعرفة النبوية فإذا كانت النبوة معرفة يقينية أو حال الله للناس والمعرفة الطبيعية معرفة يقينية توصل إليها العقل الإنساني ففي الحالتين يتعلق الأمر بمعرفة يقينية في حالة المعرفة الإنسانية الطبيعية وفي حالة المعرفة النبوية بهذا المعنى لا يوجد أي فرق بين المعرفتين إذن النبوة هي معرفة طبيعية وذلك لوجود تطابق بين المعرفة الطبيعية والنبوة فما نعرفه بالأولى يعتمد على معرفة الله وحدها وهذه المعرفة الطبيعية يشترك فيها جميع الناس لأنها ترتبط بمبادئ مشتركة بين الجامعة ولكن سبينوزا يقول أن الرجل العادي الرجل الذي يحتقر كل ما هو طبيعي ويتوق إلى الإيمان بالمعجزات وبكل ما هو خارق يدافع عن الفصل بين المعرفة النبوية والمعرفة الطبيعية وينظر إلى الأولى وكأنها أرفع شأنان وأرقى من الثانية الرجل العادي الرجل الذي يحتقر المعرفة الطبيعية يظن أن المعرفة النبوية أرقى شأنان وأعظم شأنان من المعرفة الطبيعية الإنسانية إن سبينوزا هنا يدافع عن حق المعرفة الطبيعية في أن تنعات بالمعرفة الإلهية على غرار المعرفة النبوية لأن المعرفتان معان هما من آثار الطبيعة الإلهية إذن المعرفة النبوية زائد المعرفة الإنسانية أو المعرفة الطبيعية هما الاثنان من آثار الطبيعة الإلهية بالتالي هنا سبينوزا لا يقومه بأي فصل وبأي تنائية بين المعرفته إذن المعرفة الطبيعية هي المعرفة النبوية لأن الأولى أثر للطبيعة الإلهية والثانية كذلك أثر للطبيعة الإلهية إذن معالجة النبوة هنا كمعرفة أو كنمط معرفة يعني هنا أن النبي يقوم بتحويل معرفة طبيعية إلى موضوع للإيمان وظيفة النبي هو أن يقوم بتحويل هذه المعرفة الطبيعية إلى موضوع للإيمان ويقوم بتحويل الحقيقة إلى قانون هذه هي وظيفة النبي تحويل المعرفة الطبيعية إلى موضوع للإيمان وتحويل الحقيقة إلى قانون هنا يبحث سبينوزا عن معالجة قضية النبوة من خارج كل فكرة متعالية عن الإله وعن الطبيعة لهذا كانت أولى محاولات سبينوزا لكي يقضي على هذه الفكرة المتعالية هي دمج مسألة النبوة داخل مجال الطبيعة وهذه هي أولى مهمات سبينوزا في الجزء الأول من كتاب هو أن يتم معالجة المعرفة النبوية وكأنها معرفة طبيعية إنسانية وليست كمعرفة فوق طبيعية كل حجز سبينوزا كل البنية الحجاجية لهذا الجزء الأول تتاجه نحو الدفاع عن المعرفة النبوية كأنها معرفة طبيعية هذا هو غرض سبينوزا الآن سنقرأ نص تاني كذلك ما أخوض من رسالة في اللهوت والسياسة تراجطة في طبعاته الفرنسية التي سبقا لي وأن أشارتوا إليها كيف يمكننا الحديث عن أشياء تتجاوز ملكتنا للفهم من خارج ما قدامه لنا الانبياء سواء على نحو شفهي أو على نحو كتاب إن ayant aujourd'hui nul prophète que je sache il ne reste qu'à dérouler les volumes sacrés à nous laisser par les prophètes ما أنه اليوم لا يوجد حسب معرفته لا يوجد أنبياء جدود فإنه علينا طبعا أن نعالج ما هو مكتوب وما هو في الكتاب المقدس لنستطيع أن نتعرف عن مضمون هذا الواحي وعن مضمون هذه النبوة مع تأكيد على ضرورة عدم يعني الإقرار بوجود أي مبدأ عن موضوع النبوة بدون ما أن يكون سبق للأنبياء أن تحدثوا عنه أو أن أشاروا إليه تريفة بنوزا يقول أنه سيهتم أولاً بكل ما هو ما تم ما نقله ما تم ما نقله هذا التقليد عبر الزمن التقليد اللاهوتي عبر الزمن أو النصوص التاريخية النصوص كتاب المقدس لي يتعرفا أو ليستعيبا أكثر مضمون مفهوم النبوة يجب أن يتعرفا أعلم هنا أن نلاحظة أن الياهود لا يحيلون بطاتا أو لا يتحدثون بطاتا عن الأسباب المتوسطة سيطر أنا أولاً أن الياهود لا يحيلون أو لا يحيلون إلى الأسباب المتوسطية وبالتالي فهم يتوجهون مباشرة انطلاقا من تزموتهم الثيني إلى الإحالة إلى الإله في حالة ما إذا ربحوا بعض المال في تجارة معينة فهم يقولون بأن هذا الربح وهذا المال هو قد قدمه لهم الإله هذا هو المعنى الذي يقول به Spinoza بأنهم لا يحيدون إلى الأسباب الجزئية والأسباب المتوسطة سيدي إلى الأسباب الجزئية لهم يبقى سيديم بعضهم ، وإلى حالة ما إذا ربحوا في شئيئ ما فالإله وراء في شئيئ في حالة ما إذا ربحوا أن يتحدثوا في المعضوين ، أو يتحدثوا في المعضوين ، فإله كذلك وراء ذلك لا ينبغي علينا أن ننظر أو نقول بوجود نبوة أو بماعرفة فوق طبيعية في كل مكان يقول فيه الكتاب المقدس بأن الإله قد تحددت ولكن فقط في اللحظات التي يؤكد فيها الكتاب أنه قد حددت فيه بالفعل نبوة أو واحية أو أن هذا مرتبط بظروف السردية أو بظروف السردية أن نسلم في النصر نسلم في صحيح في إِنْ مُعَلَ جَتِي قد هذا سنجد أن الإله قد أوحى إلى البشر وإلى الأنبياء حسنًا إطلاقًا من الكلمات أو سوار أو الكلمات والسوار معا يسأل أو بيان دي بارولي دي فيجور ريالمن برسو و هذي السوار أو هذي الكلمات إما أنها قابلة للإدراك الواقي existant en dehors de l'imagination du prophète qui entend et voit و توجد يعني خارج خيال تتخول كلمة خيال والتي كلمة جوهريا في كل أطرحة سبينوزا حول النبوة من خارج ملكة الخيال للإنبياء أو بيان دي سيني إما جنر دي سيني إما جنر رموز خيالية الوحي والنبوة كذلك ممكن أن يكون رموز خيالية لإمجاناتي دي سيني إما جنر الوحي والنبوة و الوحي إما يظهر في شكل كلمات وصور قابلة للإدراك الواقي نسبة النبي و إما تظهر في شكل رموز خيالية يقوم النبي بتأويلها و يقوم النبي بتأويلها للناس طبعا النبي هو مهيأ قبليا خياله مهيأ قبليا للتعامل مع هذه الرموز الخيالية إذن في البداية انطلق سبينوزا من مفهومي المعرفة الطبيعية والمعرفة النبوية ليؤكد على ألوهية المعرفتي هنا يبدأ سبينوزا في البحث عن الشروط التي يكشف فيها الله و يوحي للأنبياء في هذا النص يذكر سبينوزا كما سبق أن أوضحنا ذلك لأن اليهود لم يذكروا العلال و الأسباب الجزئية و المتوسطة أو حينما يرغبون في شيء و يقولون أن الله هو الذي وراء ذلك سبينوزا يقول بصريح العبارة أنه لا ينبغي علينا في كل مرة نقرأ فيها الكتاب عبارة قال الله أن نستنتج أن الأمر يتعلق بنبوة أو بمعرفة فوق طبيعية كما يقول النص من هنا لا يصح إقرار وجود نبوة إلا عندما يؤكد الكتاب ذلك بصريح القول بمعنى هنا أن سبينوزا يعارض العصب الدينية يعني يختلف يتفق مع ما أتى به الكتاب مقدس ويعارض العصب الدينية التي كانت تقول أنذاك في هولندا و في إنجلاطيرا و في كثير من البلدان بوجود أنبياء جدد وحينما تتم عملية التحقيق في الكتب المقدسة يزد بنوزا أن الله قد أوحى للأنبياء إما من خلال الكلمات أو من خلال الصور أو من خلال إماما وهذه الصور والكلمات إما أنها قابلة للإدراك الواقع من قبل خيال النبي الذي يسمع ويرى وإما أنها رموز خيالية بحيث يكون خيال النبي مهيئ حتى وهو في اليقظة على نحو يتخيل أنه يسمع صوتا أو يرى شيئا هذا الرابط الذي قام به سبينوزا بين النبوة والخيال سبينوزا هنا يربط ما بين النبوة وملكة الخيال كل أطروحة سبينوزا حول النبوة يتتجه نحو يعني أولا إقرار بأن المعرفة النبوية والمعرفة الطبيعية لا يتعرضان أن المعرفة النبوية هي كذلك أثر من أثر المعرفة الإلهية شأنها شأن المعرفة الطبيعية الإنسانية والأطروحة الثانية هو أن سبينوزا يطرح مفهومه أو يربط النبوة بملكة الخيال وهذا الرابط الذي يقوم به سبينوزا بملكة الخيال ليس جديدا في تاريخ التقليد الفلسابي هذا الرابط نجده عند هوبس في كتاب الليبيتان نجده خاصة عند سانتوماداكا وميموني نميمون وطوما ألكمين ولكن في سياق سبينوزا وعندما يطرح سبينوزا الرابط ما بين ملكة الخيال ومفهوم النبوة فهو يقوم بذلك من خارج السياق الأريستي في السياق الأريستي كان هناك نوع من المقابلة ونوع من التساوي بين الخيال والفهم في سياق سبينوزا الأمر جد مغاير وكما أنه يتناقض مع التقليد الأريستي وسنحاول معالجة هذه القضية في الأزاء القادمة إذن لقد رأى سبينوزا في الكتاب المقدس تجميعا للعديد من أنماط النصوص نصوص تهتم بالنبوة نصوص قانونية سرديات تاريخية ونصوص فلسفية خاصة النصوص التي تتعلق بسالومون وهو في الجزء الأول كما في الجزء الثاني يهتم بالنصوص التي تخص النبوة هنا تظهر العلاقة دائما على نحو ثلاثي إله المعرفة نبي التأويل والآخرون الإيمان مما يعني أن العلاقة النبوية ليست علاقة بريفية ليست بعلاقة خاصة وإنما علاقة جماعية ينخرط فيها ثلاثة مكونات ومنذ بداية النص يعالج سبينوزا النبوة والوحي كمفاهم تحيل إلى نفس العلاقة يعني بروفيسي وقيفيلاسي لحد الآن يعني لحد هذه النقطة التي توصلنا إليها في الكتاب سبينوزا يعالج النبوة والوحي كمتراضفات ويقوم مع التأكيد على دور النبي كدور الوسيط والمؤول إذن أين تكمن مفارقة النبوة بالنسبة إلى سبينوزا وبالنسبة لكل قارئ لتراكتاتوس مفارقة النبوة تكمن في الجملة الأولى التي يقولها سبينوزا والتي يفتتح بها كتابه مشكلة النبوة وأنها تتاجه أو الوحي موجهان إلى بشر غير قادرين على الاستيعاب غير قادرين على استيعاب هذه النبوة وهذا الوحي من هنا ضرورة الوسيط وضرورة المؤول أي النبي الذي يقوم بدور التأويل ودور تأويل هذه المعرفة اليقينية التي يحيبها الله إلى البشر هذا الأخير أي النبي حتى وإن كان يتلقى الوحي في قمام الجبال فهو مجبر بعد ذلك إلى النزول إلى الناس أن يتجه إلى الناس العملية الأساسية هي أهم حاجة وأنه لا بد أن تصل هذه الفكرة أو تصل هذه المعرفة إلى الناس وأن تتحول إلى موضوع الإيمان وأن تتحول إلى قانون أو إلى شرائع فهو مجبر بعد ذلك إلى النزول للجماعير ليشرح لهم ما يود الله أن يحي إليهم وهنا بالدات تكمن ثورة سبينوزا في هذه الفكرة بالدات وفي هذا الجزء بالدات تكمن ثورة سبينوزا في مجال النبوة أو فيما يقص مفهوم النبوة فالنبوة إذن بالنسبة إلى سبينوزا ليست علاقة إله إنسان محض وإنما هي علاقة إنسان إنسان وهنا تكمن طبعا ثورة سبينوزا في نظريته للنبوة أولا في تعريفه للمعرفة النبوية كمعرفة طبيعية وبالتالي تجاوز مفهوم السائل للمعرفة النبوية كمعرفة فوق طبيعية وكمعرفة تتجاوز المعرفة الطبيعية الإنسانية إذن هنا سبينوزا يقول بأنها معرفة طبيعية شأنها شأن معرفة طبيعية الإنسانية وأن الفكرة القائلة بتفوق وبفوق طبيعية المعرفة النبوية على المعرفة الإنسانية الطبيعية هي فكرة خاطئة الأطروحة الثانية تتعلق بربط النبوة بملكة الخيال يعني أساساً النبي وأنه هو نام ديماجيناسي إنه نام ديماجيناسي وليس إنه نام ديماجيناسي وليس إنه نام ديمتون هذه هي فكرة الأساسية أو هذه أطروحة هم أطروحة المركزية في الجزء الأول من كتاب سبينوزا فسالة في اللاهوث والسياسة الآن في الجزء اللاحق سنحاول معالجة النبي شخصية النبي النسبة بين سبينوزا ما هو النبي أن سبينوزا سيهتم بمشكلات النبي من هو النبي هل يوجد أنبياء هل توقف بما يتميز النبي علاقة النبي بالخيال وبالملكة الفهم يعني دفع البروفيت المراجل المعجزات إلى آخر هذه القضايا سنعالجوها في الأجزاء اللاحقة وشكرا